الى حضرات روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواه جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرات صحاب البدرين والوحدين وسائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعين الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين رب غفر لي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ من رب الفلك من شر ما خلقه ومن شر غاسك النداء وقوة ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر أسد النداء هسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ من رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الحمد يوافين ربه ويكافيه مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن اللظيم إلى حضرة روح نبينا وسيدنا مستفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشؤداء والصدقين والصعرهين وإلى حضرات سعاب البدريين والأحدين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعين اللهم وإلى حضرات الشيخنا صيا ولي الله المدبور قد صلى الله تعالى سره العزيز اللهم بحقهم تقبل منا دوائنا بارك لنا في جميع كل أمورنا وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وبارك لنا في تجاراتنا وقسمنا وزرعنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وبارك لنا في جميع ما ألطيتنا وبارك لنا في مجلسنا هذا باركة تامة كما باركت على أعبادك الصدقين اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر يقربائنا اللهم غفر لنا ولهم نبر قبورنا وقبورهم بنور القرآن وسر قبورنا وقبورهم ببرقة القرآن شرف قبورنا وقبورهم بشرف القرآن اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهياء منهم والأموال ربنا آتنا في الدنيا هسنة وفي الآخرة هسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت الصميم العليم وتب علينا إنك أمد الطواب الراكيم أمين برحمتك يا أرحم الراكمين وسل الله تعالى وسلم على آخر خلقه سيدنا محمد وآله وصعبه أجمعي سبحان ربك رب العزة يمعي سفون وسلام علي المرسلين والحمد لله وسلام علي المرسلين والمين بعض اشتركوا في القناة 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 الذين يعملون الصالحات انهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينغر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم من لن يؤمنوا بآذا الذي ثأسفا انا جعلنا ما على الالذين تلها لنبلوهم ايهم احسن وملاء وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا اما حسبت أن أصهاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا أجبا اذا أمل فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فالربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا هدا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلكموه وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أو كهفهم ذات اللمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهو في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ميقالا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعي بالوسيد لفت لعج عليهم لبليت منهم فرارا ولملئت منهم رربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم النهو بعض يوم قالوا ربكم علموا بما لبثتم فابأثوا أهدكم ببرقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فليظر أيها أزكى طعاما فلأتيكم رزق من أولت لطف ولا يشعرن بكم أهدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيذوكم في ملتهم ولن تفلغوا أهدا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازرون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا عن أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابئهم ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كن ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أهدا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهديين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لأغيب السماوات والأرض أبصر به وأصبع ما لهم من ظاله من ولي ولا يشنك في حكمه أهدا وتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولو تجد من دونه ملتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه ولا تعذ عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع منه فلا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالإكفر إنا أرتدنا للظالمين نارا أهات بيمصر ذكوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كلمه ليشمل وجوه بئس الشراب وساءة متفقا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات إنا لا نغيء أجرى من أحسن عملا أولئك لهم جنات ودن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خذرا من صندس واستبرك من صندس واستبرك من متكئين فيها على الأرائك نعم السباب وعسنة مرتفقا واذرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخن وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولو تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاهبه وهو يهامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبي ذهاده أبدا وما أظن ساءت قائمة ولئن تردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاهبه وهو يهامره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أهدا ولولا إذ ذخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتيينك خيرا من جنتك ويرسل عليها مسبانا من السماء فتصبه سعيدا ذلقا أو يصبه ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيت بثمره فأصبع يقلم قفيه ألا ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أهدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير صبابا وخير نقبا واذرب لهم مثلا ليعطي الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبع أشيما تذنوه الريا وكان الله ولا كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة العياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير من ربك ثبابا وخير أملا ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناه فلم نغادر منهم أهدا وعرضوا على ربك صفا لكذ جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وابلع الكتاب فطر المجلمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا وينتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسواها ووجدوا ما أملوا حاضرا ولا يظلم ربك أهدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أم ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للوالمين بدلا با أشأتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقولون عدو شركائي الذين زعمتم فدعوا فنم يستجيبونه وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مسرفا ولكد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين ويجادر الذين كفروا بالباطن يذهلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنظروا حزوى ومن نظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفكره وفي آذانهم وكرا وفي آذانه وكرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يقتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو رحمة لو يآخذهم بما كسبوا لأجل لهم الأداب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتاهنا أبره واتا أبلغ مجمع البهرين أو وميع كبا فلما بلها مجمع بينهما نسياه وتهما فاتخذ سبيله في البهر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتي آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت العوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البهر أجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد أبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وألمناه من لذنا علما قال له موسى هل نتبئك على أن تعلّمني من ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر ولا ما لم تهت به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أحسي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل لي عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقها لتبرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل لنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخدني بما نصيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا ذلك يا غلابا فقتله وقال أقتلت نفسا ذكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم كلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سأيتك عن شيء بعدها فلا تصاهبني قد بلغت من لدني عدرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يليفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يوقع الله فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأميل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم منك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدل لن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تهتغو كنظر لهما وكان أبوهم صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنظر ما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأميل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتينا أمه كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه أدابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلغ جزاء الحسنا وسنقول له من أمننا يسرا ثم أطبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وكذ عهدنا بما لديه خبرا ثم أطبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فحل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين الصدفين قالوا فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبها قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصون فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في إطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أرتضنا جهنم للكافرين نزلا قل هل لنبئكم من لكسرين أعمالا الذين ظل صيغوا في الهيات الدنيا وأم يحسبون أنهم يخصنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فابتت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جعنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسني هزوا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هملا قل لو كان البهر بدادا لكلمات ربي لنفذ البهر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوها إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أمنا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهدا صدق الله صدق الله العلي العظيم أروح مرحيم آيا ملک الجبار آيا إرعجاد راجنا آيا الله پارشد مارا بلی آج دمسام صبح نمسکار انگلين پويتر مارا سورة القحف ننگلو دي پارشد قرآن مُنِّر تي ننگل چودکو عيان ني ننگل اللهم قبولا ننگل قصو باگم ننگن رحمان ننگل 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على مقابا صلى الله عليه وسلم 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 يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبیب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبیب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبیب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبیب الله السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبیب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حينتنا عدركنا مرادنا يا حبيب الله خذ بأيدينا قلت حينتنا عدركنا مرادنا يا حبيب الله خذ بأيدينا خذ بأيدينا قلت حينتنا قلت حينتنا عدركنا يا رسول الله يا حبيب الله خذ بأيدينا خذ بأيدينا خذ بأيدينا يا حبيب الله 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله 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 الله